اهلا وسهلا مشاهدين الكرام وارجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني من السيرة النبوية كل ما فعل الجليل فهو الجميل ولا تتهم الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب الكرام لين خاووا من المدينة المنورة نافدين بدر واعدين معركة بدر او سموها كيفما سماها القرآن يوم الفرقان لكن نهار فرق الله تبارك وتعالى فيه بين الحق والباطل الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم والباطل الذي عليه قريش ومشركي مكة الصحابة رضي الله عنهم خاضوا المدينة المنورة ما كان رافد بهم القتال كانوا نافدين عير قريش ومعترضينها عير جاية من الشام فيها اللي على ذمة قريش وتمدك وكانت بقيادة بو سفيان بن حرب الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ما كانوا راضبين في المواجهة والمصادمة والقتال كما قال الله تبارك وتعالى وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ جَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ دين الإسلام ما هو دين يتعطش للدماء والحروب دين رحمة ودين هداية ودين عطف ودين إحسان ودين إنسان عالمي يا قير إذا وقف في وجهه وحورب وعدي لا يقف مكتوف الأيدي دين له مخالب وأنياب لا يواجه المدرعات والدبابات بالورود والزهور وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة هذه الرحمة لها مواقفها وهذه الملحمة أيضا لها مواقفها في نهاية معركة بدر عوامل ودواعي الانتشاء والإحساس بالنصر والثأر ما كانت حاضرة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلى الله على من علمهم الوفاء اللي كان حاضر عندهم وبقوة ومسيطر عليهم هي دواعي المحبة وروح لإيمان والهداية والرحمة خلاصة حرقتنا اليوم عن إذا أراد الله شيئا هيا أسباب أي رواية كاملة خلقت في حياتنا والله في من حولنا فلنعلم أنها لحكمة يعلمها الله وإن غابت عننا حاضر المدينة المنورة ما كانوا خارجين للقتال وإنما مع تردهم دير شاء الله وأراد أن يخلق القتال عاد فيه النصر لهم ولرسولهم ولدينهم صلى الله عليه وسلم ولأولياء الله على أعداء الله وكانت لهم الغلبة ولذلك كانت عاقبة ذلك خير ذلك يا الله نرضى بالإيمان نؤمن بالله ونرضى بقضائه وقدره والإيمان بالقدر خيره وشريركم من أركان الإيمان كما هو معلوم لديكم سأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وأن يعيننا في أن نكون من أهل الصفح والرحمة ومحبة الخير للناس والهداية لهم ألقاكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة